السلام عليكم معكم ممدوح اليوم راح شرح لكم درس 3.1 واللي تكلم عن الفيكتورز فابس من الله خلنبدأ اوكي هنا هو يبي يوضح لنا فارق بين شيئين معينين اللي هو السكيلرز والفكتورز وش الفارق اللي يبيني افهمه هنا يباك تفهم مثلا الفارق بين السكيلرز والفكتورز ان السكيلرز هو مجرد قيمة تمام مجرد طول او قيمة معينة بس الفكتور هو قيمة واتجاه بما معنى ابا بذكركم بالشيء حيث ان اخذ قبل بالثانوي عندنا اول شيء مثلا الكتلة تمام تذكرون الكتلة وش كانت مثلا الكتلة هي 50 كيلو جرام ومنها هالكلام 50 كيلو جرام هو قيمة بس صح بس قيمة ما فيه اي شيء ثاني لكن لو جينا نتكلم عن القوة القوة مثلا كنا نقول مثلا سبعين نيوتن وش معنى كلمة سبعين نيوتن اذا كنتم تذكرون هي كانت قوة او يعني قيمة واتجاه معينة اتجاه باتجاه جاذبية ولا باتجاه اكسادوية وحوسة معينة فباختصار الكتلة هنا جيتنا بس قيمة بس قيمة معينة اما القوة قيمة واتجاه مثال ثاني المسافة زين المسافة مثلا من الخبر الى حفر الباطن خمسمية كيلومتر تمام بس مسافة مسافة من مدينة الى مدينة مسافة معينة فقط طيب لكن لو قلت مثلا اه انا بحرك سيارتي سبعين كيلو باتجاه الشمال حلو حددت قيمة وحددت اه اتجاه معين فكل اختصار الفرق بين سكيلرز والفكترز السكيلرز هم قيمة معينة تمام السكيلرز مجرد قيمة فقط اما الفكترز هم قيمة مع اتجاه بس هذا هو الفرق اللي يبقى فهمك فالفكترز وش متجهات فقط وهنا قاعد يقول لي سكيلرز are quantities which can be represented by numerical value لها قيمة فقط تمام and vectors are quantities which can be represented by a numerical value called magnitude ما نعطي القيمة حقا تنسميها magnitude وبنعرف وشه magnitude في الدرس تمام and a direction direction يعني اتجاه فالفكترز عندهم magnitude اللي هو قيمة واتجاه الفكتر representation a vector is represented by directed line segment the magnitude of a vector is the length of a line segment and the direction of the vector is the direction of the line معناعته ان الفكتر نسوي له شكل هو زي كلا تمام يكون له نقطة بداية ويكون ماشي بهذا العمل مثله الماغنتود الماغنتود هو الطول حق شفت الطول هذا هذا نسميه الماغنتود زيين وهنا صنهورة مراسمة لي رسمة حاطي نقطة بداية وماشيلي بالفكتر هذا والماغنتود هو الشيذة حلوين بس هذا هو شكل الفكتور يعني بمثل لي كيف تعرف الفكتور وينيقول لي to denote a vector we use this notations تمام وش معنى هالكلام يقول لي هذي أشكال يمكننا نعبر فيه الفكتور أما نقول انه مثلا هو يو ولا يو مع سهم فوقه ولا A B وسهم معاشي زي كذا where A is the initial point A هي نقطة البداية وB is the terminal point B هي نقطة النهاية حلوين هنا عندي يقول لي the quality of two vectors two vectors are equal if they have the same magnitude and the same direction معنى ان الveكتور يكونوا متسويين اذا كان عندهم نفس الماغنتود يعني نفس الطول مثلا ونفس الاتجاه حلوين فاذا كان عندهم نفس الطول نفس الاتجاه راح يكون متساوين راح نعرف كيف نجيب الماغنتود والحوسة هذي كلها في الدرس حلوين يقول لي note we can move the vectors without changing their magnitude and direction ما نعطي لو كان عندي فيكتور مثلا في هذا المكان يمديني حركه وخليه هنا بدون لأغير لا طوله ولا أغير اتجاهه تمام معلومة بس قطع عندنا شيء موهم تذكرون شوف position ما معناها تذكرون قبل وشكني نقول position angle وزين ما ندروش معناها تكون standard position اللي هو تكون في هذا المنطقة شايفينها اللي بالorigin نقطة البداية حقتها يقول لك a vector with initial point at the origin is called position vector زي ما قلنا حلوين the position vector of a vector a b وحاق للعلامة حق الاتجاه with initial point معطيني النقطة الأولى terminal point معطيني نقطة ثانية اه اوكي بخلي اقولكم ما لهم اذا عطاني نقطتين vectors حنا نعبرهم بهذا الشكل شفتوا الشكل ذا اللي هو كذا حنا نعبر vectors بهذا الشكل فاذا عطاني نقطتين اقدر اقول x2 ناقص x1 راح تسوي للقيمة اللي هنا خلنسميها a زي y2 ناقص y1 راح تسوي للقيمة اللي هنا واللي هي خلنقول انها بي ورح نشوف تمرين عليها الان كيف يمدين نجيب position vector تمام ما عطيني الان هذه القيمتين حلوين كيف نجيب position vector تمام حنا قلنا انها راح يكون زي كذا نكتب مثلا ونقول ان x2 ناقص x1 مسافة y2 ناقص y1 حلوين x2 ونقص x1 3 طبعا عشان الناس اللي تلخبط x2 هي دوم الانشل عفوا x1 هي دوم الانشل point اللي هي النقطة الاولى x2 هي النقطة الثانية خلاص فبهذا الرسمة شفتوا هذي هي x2 فهذا الرسمة هي x1 لان في ناس ممكن انهم يلخبطون في هذا الشيء حلوين جبنا قيم x y الآن y2 هي 5 ناقص y1 اللي هي سالب 8 ففي عندنا ناقص ونفتح هذي حق السالب 8 حلوين سالب 2 سالب 3 هي سالب 5 ونحط العلامة انتبه ترى مو أقواس نحط نحط ذي وفي حوسة ثانية تخلي الأقواس بس لا تروح للصعب وخلك بالبسيط قال لك خلك هذي خمسة سالب سالب 8 بتصير 13 تمام فهذانا جبنا position vector حق A B طيب position vector حق B A كيف نجيبه تمام فهذانا جبنا الآن قيمة من A إلى B لما تكون A هي نقطة البداية والB هي نقطة النهاية طيب الآن بالعكس لما تكون B هي نقطة البداية و A هي نقطة النهاية كيف نجيبهم طبعا هم بينهم علاقة تمام وحليم ديني أختصر الدنيا فيها كلها بس أبي أحلها بالطريقة العادية أول عشان أوضح العلاقة لكم تمام خلنحلها لما تكون B A إذا كانت B A زي كي وش معناتها معنات أن هذه رح تكون X1 وهذه رح تكون Y1 هذه X2 هذه Y2 فخلنحلها زي كذا X2 ثلاثة ناقص X1 هي سالب 2 حطها Y2 هي سالب 8 Y1 رح تكون ناقص 5 ثلاثة سالب سالب 2 رح تصير موجب 5 سالب 8 سالب 5 13 بالسالب صح طيب فوجدت تلاحظون العلاقة بينهم تلاحظون أن هنا هو نفس هذا بس عكسنا الإشارات حلوين بما معناه رح نقول أن AB المتجه AB هو نفسه بA بشرط واحد يعني ما يمديك أن تقول AB هو يساوي BA لا يمديك تقول AB يساوي BA بشرط أن يكون مضروب في سالب لأن لو ضربنا هذول بسالب خلاص رح يصير نفس هذا القيمة بضبط صح ولا لا نجرب تضرب 5 بسالب 5 رح تصير سالب 5 طيب بسالب 13 ضربها بسالب بسالب 13 فرجعنا للمتجه الثاني فمعنا الخربطة اللي قال هذه AB وسالب BA يعتبر أن AB هو هذا المتجه تدري BA وشه رح يكون عكسه فقط حلوين فلما نضربه بسالب رح يرجع نفس ماهو هذه رحوسة كلها فقط لو أعطاك هذا وتأبي BA يمديك بس تضربهم سالب خلاص جبت BA بس طيب عندنا هنا السؤال يقول إذا position vector with initial point A هذه و terminal point هذه هو ذا طيب جيب لي قيمة A وجيب لي قيمة B حولت حلو هذا السؤال بنفسكم وتأكدون ماهو تمام هم أعطيني أن الفكتور النهائي هو كده صح يبي قيمة A هذه يبي لقيمة B تمام حلو نعرف أن عشان نجيب هذا نطرح X2 ناقص X1 صح طيب عندي هنا X1 تساوي A خليلي A هنا تمام X2 كم تساوي تساوي سالب 5 صح فهذور كلهم بتطرح بينهم تمام سالب 5 سالب A المفروض أنه يساوي 4 صح ولا لا المفروض سالب خمسة سالب A أعطيني 4 خلص يلا نحن اللي بنسوي نبي نعزل A كيف راح أمسك سالب خمسة ودي الجهة الثانية عشان أجمع راح سال عندي سالب A يساوي راح تروح معك بأكس الإشارة فرح تصير 4 زائد 5 أو 9 طيب بقي لي سالب أنا أبي A ما سالب A فوش راح أسوي راح أقسم سالب 1 يمين يسار فالA راح تسوي لي سالب 9 حماني جبت قيمة A نفس الكلام يبدين يسويه مع B زين أو طبعا في الطريقة الأسهل أني أقول بس 7 زائد 3 والB راح تكون بأشرة أو خلنا نمشي بالخطوات أفضل صحي Y2 ناقص Y1 راح تساوي 7 حلوين فY2 هي B Y1 هي الثلاثة وتساوي 7 إنقل الثلاثة الجهة الثانية فB راح تساوي 10 أو زي ما قلت كم يعني إذا أنت مثلا شفت السؤال خيارات والله ما لك كم خلقت سون هذا 7 زائد 3 راح يعطيني B 4 زائد السالب 5 سوف تعطيني A و بس هنا يقول لي الهوريزنتل كمبوننت والفيرتكل كمبوننت لد V هي A و B ف خلنا خلنا أخذهم ثاني A راح تكون الهوريزنتل كمبوننت B راح تكون الفيرتكل كمبوننت بمعنا أن A راح تكون التغير الأفقي في مناسب التغير على محور X وال B راح تكون التغير Y حلو الماكنتوت هنا سوف يقول لي Let V هي A و B زين الماكنتوت سوف يكون باختصار أن يضعها تحت جذر A زاد B أو يعني معنا آخر فيها غرص خلوا وريكم مثال عندنا نقطة هنا هلله هلنقول أنها 2 و 5 و نقطة هنا هلنقول أنها 0 و 0 تمام نقطة موجودة على المحور الأصل في بينهم فيكتور كيف أعرف طول هذا الفكتور أول شي دقيقة رقم 2 مهاجب خلق لي ثلاثة خلق لي خمسة أربعة كذا حسن تمام أوكي كيف نحن نجيب طول الماكنتوت نحن نعرف أن الثلاثة هي التغير الأفقي صح عشان أشرح لكم كيف وصلنا هذا القانون خلقوا لكم نعرف أن الثلاثة تغير المحور الأفقي صح فكأنه ليس ثلاثة حبات يمين صح أول شي ليس كده ثلاثة حبات يمين نعرف أن الثلاثة هي التغير الأفقي صح كأنه بعدين صعد أربعة حبات فوق فكأنه عندك ثلاثة هنا وأربعة هنا شنو معناته هذا معناته أن الماكنتوت رح يكون قنون في الغرس الماكنتوت هو الوتر صح رح يكون ثلاثة أو معنى آخر رح أقول أن ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع كلها داخل الجدل رح تسوي قيمة الوتر فثلاثة تربيع هي التسعة زائد أربعة تربيع هي 16 فرح يكون الناتج 25 والجواب رح يكون 5 فالماكنتوت يدينا رح يكون 5 فبس هذا يريد أفهم كم إياه أن القانون جاء من هذه السعبة تمام لأن المتجهات هي تطبيق قانون في ثغورس على الحقيقة زين فبكل اختصار إذا طلب لك الماغنتوت قانون في ثغورس الأي تربيع زائد بي تربيع كلها بالجذر طلع لك الماغنتوت زين يقول لك الماغنتوت إذا فكتور A B إز دينوت باي هذا انتبه ترى هذا مقيمة مطلقة بس هذا شكله زين هم يمثلون موجب هنا غلط حلوين فالماغنتوت حق A B نمثله في هذا الشكل زين بس هذا تمام هنا عندنا شيء اسمه الانجل وش الانجل يقول لك الانجل بين وي وي اكسس بما معناها عندنا تخيلوا عندنا الواي وال اكس وعندنا فيكتور كان مثلا في هذه المنطقة شفت الزاوية هذه تمام الثيتة هذه اسمها الانجل تمام كيف نحسب الانجل هذي نستخدم هذا القانون اللي هو tan inverse B على A القيمة المطلقة بس هنا في مشكلة وش المشكلة التان inverse تعطيني قيم بالربح الاول زين معناها الرفلنس انجل الرفلنس انجل حنا قلنا انه الرفلنس انجل او الربح الاول بالضبط بس الرفلنس انجل القيم بين الصفر وبين التسعين تمام الرفلنس انجل رح تطيني القيمة بين الصفر بين التسعين بس حلوين بس زين ما نشوف عندها الثيتا هنا بالربح الثاني ما هي بين الصفر والتسعين حنا نبي ثيتا ما نبي الفة فش نسوي رح نطبق قوانين الاربع زين فانت لا تخاف من التان انفرس حنا ما درسنا التان انفرس رح نسوي عندك حاسب يا حبيبي تسوي تان الانفرس وبتطلع القيمة لا يهمك انت حلوين فانت بس تسوي تان انفرس تجيب قيمة الالفة وبعدين على حسب الربح تجيب القيم الباقية رح نشوف الآن تطبيق حلوين فبس من الله خنوريكم وش نكصد بهذا القانون واللي ممكن أخبط البعض هنا عندنا يقول لي let V بسالب 2 ركزوا على سالب 2 رح نتجال بعدين و2 جذر الثلاثة find magnitude and find direction angle سنجيب الماغنيتود أولا نقلنا أن الماغنيتود سنقول أنه F V بهذا العلامة ترى زي ما قلنا هذا العلامة ما هي قيمة مطلقة هذا العلامة مجرد notation حلوين تساوي A تربية زائد B تربية المهم أي تربية اللي هي السالب 2 فنقول السالب 2 تربية طبعا نتبه بالأقواس يجب أن تضعونها زائد B تربية اللي هي 2 جذر الثلاثة داخل الأقواس كلها تربية حلوين دعونا نشوف هذا كم يساوي السالب 2 تربية بتطلال بالأربعة زائد التربية رح توزع للكل فالثلاثة بتطلق أو حط بالحاس يعني إذا تمرد الترخبط فثنية تربية اللي هي الأربعة جذر الثلاثة رح تصير ثلاثة أربعة بثلاثة بتصير بثناعش هذا الجواب حقه أربعة زائد اثنائش هو جذر السطاعش جذر السطاعش هو الأربعة لو تحط بالحاس بتأكد بيأطلع صح فحنا جبنا الماغنتو أوكي جبنا الماغنتو إن يساوي الأربعة خلاص يلا نبي الـ فنبي ثيتا تساوي كم تمام إحنا نعرف إن ألفة اللي هي الـ رفرنس اللي قلناها فوق رح تساوي لي التان انبرس تمام تانو في سالب واحد الكل بالقيم المطلقة بي على اي أوكي ممكن يكمل خبطين شويتين بس بس بي هي اثنين جذر الثلاثة صح اكتب اثنين جذر الثلاثة على السالب اثنين حط السالب اثنين بيسترب القيمة المطلقة فرح تسر موجة حط كذا بالحاسبة ما عليك من أي شي ثاني بس هو زي كذا حلوين طبعا حاسبة ما ظنيت إن فيها قيمة مطلقة فأنت قل إنها موجة بالقيمة المطلقة فلما تحط هذا بالحاسبة تحط التان انبرس اللي هو شفت تان بعدين فوق تحط اثنين جذر الثلاثة على اثنين رح تطلع لك القيمة باي على ثلاثة أو إذا نريد نتعامل بالدقرية خنقول إنها ستين فالجواب حق هذا رح يكون ستين بس هل ستين هي الزاوية اللي حنا نبيها الحين نرجع للي قلت لكم السالب اثنين خننرجع لها خنشوف هذه الزاوية هذه النقطة لنا سالب و وال yine موجب معناها أننا بال الكودرين 2 زين معنات أن الثيتا حقنا المفروض أنها تكون بالكوادران 2 زين هذه قيمة الرفرنس بس نعرف أن الكوادران 2 قانونه هو 180 ناقص الألفة زين فعشان نجيب قيمة الثيتا الثيتا رح تساوي 180 ديجري ناقص الألفة الألفة ب60 فرح تصير 180 ديجري ناقص 60 ديجري واللي تساوي 120 ديجري بكل اختصار هذا القانون نستخدمه بالحاسبة الثيتاوي 10 inverse ونحط هذا القيمة مطلقة الحاسبة لا يوجد قيمة مطلقة ندخلها قيمة موجبة وبيطلع لك جواب وكمل على هذا الجواب بس يعني لا تحط صعبها بس حاولوا تحلوان هذه المسائل بنفسك ونطبقوا نحل الكمية إذا ترى صحيح أم لا أول شي يقول نجد المقيمة مطلقة نجد المقيمة مطلقة ونقول أنه V بالخيمة مطلقة طبعا هذا ما هي مطلقة بس علامة تساوي A تربيع زائد B تربيع تمام؟ فيساوي 2 تربيع زائد سالب 2 تربيع كله بالأقواس هذا كله يساوي 4 زائد 4 يساوي جذر الثمانية المعنى آخر 2 جذر الثنين فالمقيمة توجبناه بأنه 2 جذر الثنين حلوين خلنا نمسح الحوسة بس هذه بنقول أن المقيمة تحقه بـ 2 جذر الثنين كيف نجيب الـ Direction Angle قلنا الآلفة تساوي 10 inverse قيمة مطلقة الـ B على A فالسالب 2 على 2 حطه في الحاسب وشوف الشيطلع معاك طلع لي باي على أربعة واللي هو 45 دقري فهذا كله يساوي 45 دقري نحن نلاحظ وش هنا موجب هنا سالب أنا أعتقد أننا بالكوادرنت الرابع حلوين فراح نطبق قانون الـ Reference Angle حق الكوادرنت الرابع واللي هو الثيتا تساوي 360 ناقص الألفة اللي هي 45 فالجواب عندي 315 دقري تمام الثانية يلا نجيب الماغنتود فراح يكون سالب 3 تربيع زاد سالب 4 تربيع يساوي 9 زاد 16 يساوي جدره 25 واللي هو الخمسة في الماغنتود بيكون بالخمسة فراح نجيب الـ Reference Angle لاحظ أن كله سالب سالب فالثيتا رح تكون في الكوادرنت الثالث فالثيتا رح تساوي الآلفة تساوي tan inverse القيمة المطلقة بي على A فنحط في الحاسبة tan inverse لسالب 4 أو موجب 4 دعم ما في قيمة مطلقة هنا على ثلاثة وراح يطلع لي أوكي نحاطه بالرديان خلح ولا ديقري تمام هنا لو حطينا هذا في الحاسبة فراح يطلع معانا 53.1 خلق نقول لنا 53 بس تمام أوكي جبنا لنا الـ Reference Angle 53 حسنا بالثيتا طيب حسنا بي ربع زي ما قلنا حسنا بالربع الثالث قلن الربع الثالث هو المئة وثمانون زائد الخمسة وثلاثين صح هذه بالحاسبة نجمعها بيطلع معاي 233 ديقري تمام المسألة جدا جدا بسيطة خلق نقطع هذا شوي هناك نجيب الماغنتود من هذا في الماغنتود هنا سوف يساوي 2 تربية زائد 2 تربية يساوي جذر الثمانية يساوي 2 جذر الثنين حلوين أما الـ عفوا لماذا فيها عالقم معا كلمة يونتود ما أدري أما الـ الـ رح يكون الـ الـ 10 بس طيب هنا ننتقل النقطة جديدة يقول LED V بـ AOE وضعت A و B مجهولات وضعني ماغنتود وضعني ماغنتود ودرك شنو الأنقل يمكنني أجيبها كيف الـ A يمكنني أجيبها بأنه تكون الماغنتود ضرب كوزاين الثيتا لأنه تذكرون X كان دوم مرتبطة مع الكوزاين دوم مرتبطة مع الكوزاين أنت بتذكرون هذا الشي صح؟ لأن X هي لد جيسنت وما نبيل أن أتخذ بل حسن ذي من جديد بس X دوم مرتبطة مع الكوزاين والـ Sine دوم مرتبط مع Y حلوين بس فإذا كان A و B مجهول أعطاني الـ الانقل والماغنتود يمكنني بهذا العلاقة أنه الماغنتود ضرب كوزاين الثيتا V ضرب Sine الثيتا يمكنني أن أجيب قيم A و B ونبيني نشوف أمثلة عليها هنا يقول find the vector V that has a magnitude of 20 ما نعطي الماغنتود يساوي 20 and a directional angle of 210 حلوين ويبيني أوجد الفكتور V زين الفكتور V رح يكون A و B كيف أجيب قيمة A كيف بجيب قيمة A رح تكون من القانون اللي هو V مضروب بكوزاين الثيتا عندنا V ب 20 ف20 ضرب كوزاين الثيتا اللي هو 210 ديقري انتبهوا تمام حط هذا حط هذا في الحاسبة نقول 20 ضرب كوزاين 210 يطلع للناتج بسالب 10 مضروبه في جذر الثلاثة هذه قيمة A فجبنا أول شيء اللي هو سالب 10 مضروبه في جذر الثلاثة الآن خلينا نجيب قيمة B البيح نقلنا الماغنتود ضرب ساين الثيتا الماغنتود ب 20 ساين الثيتا ساين 210 ديقري نحط هذه في الحاسبة فنقول 20 ضرب ساين 210 ديقري لا تنسوهم كلهم ديقري تمام راح يكون الناتج سالب 10 فنحط الناتج هنا سالب 10 وجبنا قيمة الفكتور V بهذه الطريقة طيب هنا أعطاني سؤال ثاني تمام تمام A B كيف نجيب قيمة A راح تكون الماغنتود اللي هو ثمانية ضرب كوزاين 5 باي أو 3 فنفتح زاوية هنا ونقول 5 باي أو 3 حول حسبتك راديان انتبه وضرب ثمانية ضرب كوزاين 5 باي أو 3 راح يطلع للناتج بأن A راح تكون أربع تمام البي راح تكون ثمانية ضرب ساين 5 باي أو 3 فبس ثمانية ضرب ساين 5 باي أو 3 الجواب راح يكون سالب أربعة مضروبة في جذر الثلاثة تمام جبنا الحل هنا طيب هنا عندنا الفيكتور أوبرايشنز وش الفيكتور أوبرايشنز هي بس عمليات على الفيكتور تمام فمثلا إذا جاء عندي V زاء W هنا عندي V وهنا عندي W وش راح تسوي A زاء C B زاء D إذا كان طبعا addition اللي هو جمع طيب إذا كان سكيلر مولتيبليكيشن وش سكيلر مولتيبليكيشن مرات من يمكن يعطيني مثلا V ويكتب لي بجنبها خمسة وش الخمسة فحن قلنا أن V هي A وB فراح تصير كأنك تقول 5A 5V بس توزع هذا الضرب اللي بالV داخل الفكتر تمام والسبتراكشن اللي هو طرح نفس نفس addition A ناقص C B ناقص D وبس يعني بدون أي شي معقد طيب لو مثلا جاني إحنا لدينا W هذه قيمتها صح والV هذه قيمتها طيب لو جاني V مضروبة في الW هل هذا شي مسموح يعني هل الجواب مثلا رح يكون A C مضروب في B D صح طبيعي يعني حين سونا الجمع والطرح كذا فخلاص مفروض الضرب زي كذا صح لا غلط تمام ما في شي يسمو V و و شي بنعرفه بعدين تمام بس V ضرب W شي لها من رأس كم أوك أوك طيب هنا عندنا مجموعة أوبراشنز يجب أن نسويها قال لك إذا V هي 4 و 2 و W هي سالب 3 و 1 سوي هذولي قال لي V ناقص W رح تكون معادلة بسيطة صح 4 ناقص ناقص 3 رح تكون 4 سالب سالب 3 ونجيب قيمة الأول 2 ناقص الواحد تمام طرح بسيط يعني ما في شي معقد فراح يكون 4 سالب سالب 3 اللي 7 2 1 وهذه قيمة الأولى صح يلا الثانية معطيني 2V ناقص 3W إذا أعطاك زي كذا أول شي يخذ هذا وضربه ووزع الضرب عليه فنقول أن V قيمة V الجديدة 2 ضرب الأربعة ستصير ثمانية لازم توزع الضرب هذا على V و 2 ضرب الأثنين ستصير أربعة تمام اكتب شكل البكتور الجديد بعدين أطرح مو تطرح بعدين تكتب تحوس أمرك ستوزيكي خلاص طيب الثلاثة W سنأخذ ثلاثة ونوزع ها داخل W الثلاثة ضرب السالب ثلاثة سيكون سالب 9 الثلاثة ضرب الواحد سيكون الثلاثة تمام يلا الآن نطرح منهم الطرح سيكون 8 ناقص ناقص 9 فالناتج سبع 17 4 ناقص 3 سيكون 1 وهذا الناتج طيب طيب هنا معطيني مثلا قيمة مطلقة V زاد 4 W صح غلط لأن هذه زي ما قلنا ما هي قيمة مطلقة هذه بال Vectors هنا تمثلي الماغنيتود صح لما تكون بال Vectors هي تمثلي الماغنيتود وطبعا هنا في غلط كلامي بس يعني خلق عاد لصراح يعني الكتابة عندي زي بريال حلوين تمام فهذا الماغنيتود كيف نجيب الماغنيتود هنا أول شي نجيب لي قيمة V زاد 4 W تمام بعدين نجيب قيمة الماغنيتود خلاص خلاص ال V هي 4 و 2 طيب 4 W أضرب 4 فهذا لي بسيطة 4 ضرب السالب 3 هي سالب 12 4 ضرب الواحد هي 4 أجمعهم لي 4 زاد سالب 12 بتكون بالسالب 8 2 زاد 4 بال 6 حلوين خلاص جبنا الفيكتور هذا هو تذكرون قانون الماغنيتود بشو هو الجذر التربيعي A تربيع زاد B تربيع فالقانون شي يقول لي A تربيع اللي هي سالب 8 لكل هذا تربيع زاد 6 تربيع مجموعة الثمانية تربيع اللي هو 64 زاد 36 بيكون 100 شكاد سوي هنا بيكون 100 جذر المئة عفونا نجيل الجذر جذر المئة هو العشرة فهذا هو جواب هذا الحل لا يلخبط كم هذا وتحسبون قيمة مطلقة تخبطون هذا بس ماغنيتود طيب عندك تدريبات زيادة 3 مضروبة في U فعندي هذه بتكون بـ 12 وهذه بتكون بـ 6 و2 مضروبة في W فهذه بتكون بـ 6 وهذه بتكون بسالب 8 ويبيني أجيب الطرح 12 ناقص 6 بتعطيني الـ 6 الـ 6 ناقص ناقص الثمانية بتعطيني الـ 14 إذا ما خلق بظني فهذا حل الأولى تمام عندي المسألة الثانية 2 U ناقص V زال أوكي بهذا المسألة خنجيبهم كل الـ U راح تكون الـ 2 المضروبة فيها فرح تصير هاي ثمانية وهذا راح تصير أربعة تمام الـ V بتكون سالب أوكي حننحط الهنام حقتهم سالب ثلاثة وواحد والـ W بتكون ضربنا اثنين فيها فرح تكون هنا الـ 6 وهنا السالب ثمانية فايبيني أجيب 2U ناقص V زائد 2W فبكل اختصار هنا راح تكون ثمانية ناقص ناقص ثلاثة تمام زائد زائد 6 اللي هي هذه تمام هذه قيمة الـ A أو الـ X الـ Y راح تكون أربعة ناقص الواحد ناقص لأن هنا في زائد تمام فهو نفرض كي يجي كزائد سالب ثمانية بس تم في زائد وسالب باب يصير سالب ثمانية سالب سالب ثلاثة فيها الـ 11 زائد الـ 6 فيها الـ 17 4 ناقص 1 فيها الثلاثة ثلاثة ناقص الثمانية الثلاثة ناقص الثمانية فيها السالب 5 تمام فجبنا حل المعادلة الثانية خلنا اخذ ونصغره تمام حل س تذكره هذا ماغنيتود فاخر نجيب قيمة اللي داخله وبعدين نتفاهم حلوين سالب y سالب y شنو قلنا معناه تذكرون بالبداية السالب y بس وزع سالب داخل حلوين فراح نوزع سالب داخل هذا فليش قلت y فراح تكون سالب 4 سالب 2 ال v بتكون سالب 3 نفس ماهي وال واحد وهذا طبعا ممكن انه مغروب السالب وفيه طرح فخلوا يعني لتلقى فيه زين ف w بتكون 3 وسالب 4 يلا الآن نسوي المعادلة تمام عندي رح يكون سالب y اللي هو سالب 4 هنا زائد ال v اللي هو السالب 3 ناقص ال w اللي هو الثلاثة فناقص 3 سالب 4 سالب 3 بتكون سالب 7 سالب 3 سالب 10 عندي الثانية رح تكون سالب 2 زائد 1 سالب هنا فيه سالب طبعا فرح تكون سالب سالب 4 بتصير موجة 4 سالب 2 زائد 1 سالب 1 موجة 4 بتصير بالثلاثة فهذا قيمة الفكتر نحن نبيل الماغنتود الماغنتود رح يكون جذر أي تربيع اللي هو 10 سالب 10 تربيع زائد 3 تربيع اللي هو 9 تربيع تمام حط هذه بالحاسب اخو نشوف كم تطلع 100 زائد 9 بتكون جذر 109 بس ما في اي اختصار ثاني تمام جينا عند هذا السلايد فصراحة ما ادري صراحة عن كمية اهميتها لان يوم شفت الاكسرسايز ما في حرفية اسئلة مبنية هذه السلايد ابذعت اللي هي الگرافينغ حقتها تمام شن يقول هنا يقول اذا عندي فيكتور واي هنقول ان الفكتور واي هو هذا تمام وعندي فيكتور في وكحن ناخد الوان ثانية محسن بتشبهين مر عندي فيكتور في تمام كيف يمدين نجمعهم بس غرافك لي شلون باختصار يمدين اجمعهم غرافك لي باني ارسم متوازية طبعا او كيف يعني ارسم نقطة التقاء بينهم زي كذا تمام فارسم نقطة التقاء بينهم اللي هي هذه وبعدين ارسم من هنا الين نقطة التقاء شفت هذة منطقة هي U زاد V اوكي داني انه ممكن ما تكون وابحة مرة لكن سلايد حلوين لكن هذه فايدتها كيف نجمع ال بكتر اجرافك لي اذا جاني بكتر V هنا و بكتر U هنا ارسم باريليل غرام اللي انه يقول ارسم باريليل غرام اللي هو متوازي اضلاع فمن انه عندك بكتر هنا و بكتر هنا ارسم لها من نقطة التقاء حلوين لو انقدرنا مجان كشكل Operation لنقل وش نفسه نبدي طيب هنا يقول لشكل الفكتر اذا ضربناه بسكيلر حنا شفنا مثلا وجانة 2V يصير 2 نضرب بكل الاعداد وشي زي كده شنو معنا الضرب بالسكيلر شوفوا تخيلوا انه عندنا V هي هذي زين اذا ضربناها ب2V شنو صار بالفكتر يتمدد حلو اذا ضربناها بعدد اكبر من الواحد رح يتمدد الفكتر يكبر لكن لو ضربناها بعدد اقل من الواحد بين الواحد والصفر حلوين رح نلاحظ انه يتقلص يصير اصغر زين طيب لو ضربناها بعدد سالب رح تنعكس اشارته مثلا نشوف السالب 2V بدل ما يتمدد بهذه الجهة لا تمدد بالجهة الثانية يتمدد بالعكس طيب سالب نصف تقلص بالجهة الثانية فالسالب يعكس إشارته عدد بين الصفر عدد بين الصفر والواحد دعنا نكتب إنه x هنا عدد بين الصفر والواحد يتقلص عدد أكبر من الواحد يتمدد حلوين؟ حلوين هنا يقول لي تذكرون بمعنى كلمة اللي هو التوازي التوازي والشو مثلا عندي شي ماشي بهالمكان يكون عندي شي ثاني ماشي بنفس الاتجاه حلو بدون لا يتقاطعان خبطان مستقيمان لا يتقيان ابدا متوازيان توازي باختصار فاذا كان عندي في وعندي اثنين في هذول يعتبرون بارالل تمام في اثنين في نفس البي نفسه راه يعتبرون بارالل عندهم نفس الديركشن وماشيين بشكل متوازي تمام هنا عندي يقولي وش معناته معناته لو عندي تخيل عندي في هنا وعندي دابليو حلوين لو سويت مثلا الفي هذا ضربته باثنين وطلع يساوي الدابليو بالضبط يعني لو كان مثلا عندي هنا اثنين وستة نقول ان هذي هي في زين والدابليو عندي باربعة وش اسمنا اربعة واثناش حلوين فلو ضربت الفي باثنين ضربت العددين كلهم باثنين وطلع يساوي لي هذا بالضبط اذا هذول بارالل تمام فخنا نجرب نضرب توفي توفي اذا ضربناه هنا راح تصير اربعة واثنين راح تصير اش اسمنا اثناش صح ولا لا هل طلع لي متساوي بالضبط مثلا مع هذا اذا هذول بارالل فوش معنا كلمة البارالل لو عندي دابليو والبي هذي ضربت الكمبوننت الاثنين بنفس العدد وطلع لي يساوي الدابليو اذا هذي يعتبر البارالل خنشوف الأمثلة هنا اعتبر هذا مو موجود سين هذا نعتبره دابليو صح هذا خنقوله انه دابليو حلوين دابليو هو اثنين واربعة طيب ابي عدد اذا ضربت مثلا بالواحد راح يعطيني اثنين وشو اذا لهو اثنين صح اثنين ا relação اعطيني اثنين طيب الاثنين هاذي لو ضربتها بالاثنين حسنا رح تعطيني اربعة اثنين ضربت و Rim تحطيني اربعة اذا هذول بارالل ليه لاني ضربت الاثنين في كل العددين هذول وعطيتني نفس القيمة هذه فهذو رح يتبرون بارالل حلوين اعتبروا هذا الدابليو ودوم إذا شفتوا ارقام كبيرة روحوا للأصغر وقرنوها بالكبيرة نابد اذا ضربتوا بالواحد يعطيني السالب عشرة ولي هو السالب عش حلو لو ضربت السالب عشرة بالواحد على الأخيرة هنا يقول لي بعض المثال of vectors which are not parallel تمام؟ دعنا نأخذ هذا قلنا الكبير طيب أبي عدد أضرب بالثلاث يعطيني الستة اللي هو الاثنين صح؟ طيب الاثنين ذا لو ضربته بالأربع كم رح يعطيني؟ رح يعطيني ثمانية ما عطاني تسأة صح؟ أو لا؟ إذن هذا مو parallel فنروح للثاني أبي عدد أضرب بالثنين يعطيني صفر صفر صح؟ طيب لو ضربت الصفر بالصفر يعطيني واحد لا فnot parallel أبي عدد لو ضربت الأربعة يعطيني السالب ثمانية اللي هو السالب الثنين حلو؟ لو ضربت السالب الثنين بالخمسة هل رح يعطيني موجة بعشرة؟ لا يعطيني سالب عشرة فأتمنى بس أنه وضحت الفكرة تمام؟ هنا عندنا يقول لك unit vectors unit vectors وشو؟ unit vectors هي وحدة مثل ما القوة وحدتها نيوتن المسافة وحدتها المتر الوقت وحدتها الثانية ومنها الكلام عندنا unit vectors هي وحدة من الوحدات حلوين؟ يقول لك a vector u with magnitude equals 1 is called a unit vector تمام؟ لما الماغنطود حقه يساوي واحد نسميه unit vector شوف هذا عندي ثلاثة على خمسة وأربعة على خمسة نروح نجيب الماغنطود حقه إذا الماغنطود وش سويت أنا؟ إذا الماغنطود حقه بالنهاية يساوي واحد إذن هذا unit vector نفس الكلام هنا لو رح نجيب الماغنطود حقه وبالنهاية طلع لي واحد نسمي unit vector خلوا عنكم الحوزة هنا فيه شويتين حوزة بس توضح مع السلايد الجاي يزين هنا أعطاني واحد وواحد هذا رح نسوينا قانون الماغنطود نحن نعرف قانون الماغنطود اللي هو جذر a تربيع زاعد b تربيع صح؟ لو سوينا هذا القانون ما رح يطلع لي ساوي الواحد إذن هذا ما هو unit vector بس لو سوينا مع الباقي هذا القانون رح يطلع لي بالنهاية الناتج واحد فنسميه unit vector لن نخبط نفسنا حلوين طيب هنا حنا عرفنا كيف نحدد إذا أعطاني vector أحدد إذا هو unit vector أو لا صح؟ إذا أعطاني vector كيف أعرف إذن unit vector المخرض بالنهاية الماغنطود حقه واحد خلاص هو unit vector طيب لو أعطاني vector طبيعي مثلا ثلاثة وأربعة زي كذا ما هو على كسر لو تشوفون يا أخينا ليك إلا على كسر يا أخي شالسالبة زي كيف أوجد شيء اسمه unit vector حقتها كيف ألقي vector حقته باختصار عندنا هنا قانون يقولك if v is non zero vector تمام؟ إذا الفكتور هذا ما هو صفر حلوين يمكننا نجيب unit vector حقه من هذا القانون هذا القانون وشهوه كأن أقولك v على الماغنتود حق v زي إذا unit vector in the same direction as v شكاعد يقول هنا لو أعطاني vector طبيعي مثل هذا يمكنني أجيب unit vector حقه تمام؟ يمكنني أجيب unit vector حقه من هذا القانون اللي هو v على القيمة مو عفوا من قيمة وطلقة الماغنتود حق v طيب خلنجيب الماغنتود حق v حنا عندنا v بثلاثة وأربعة فالماغنتود حقه رح يكون a تربيع زائد b تربيع يعني ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع الماغنتود جذر الخمسة وعشرين الماغنتود حقه الماغنتود حقه بخمسة تمام؟ فرح يكون v على خمسة v عندنا بوشه اللي هو ثلاثة وأربعة كلها على خمسة صح ولا لا؟ فباختصار unit vector حقه وش رح يكون؟ رح يكون ثلاثة على خمسة رح نقسم طبعا كل هذا على نفسه وأربعة على خمسة ممكن يلخبط الكلام شويتين لكن هو بكل اختصار لو عطاك vector طبيعي زي هذا vector طبيعي من أي رقمين في الدنيا ويقولك وجد لي unit vector حقه أبي unit vector اللي يطلع لناتج النهائي واحد يعني ما بيعكي يسرقانه من راسي فباختصار تطبق هذا القانون عليه حلوين نجيب الماقنيتود حقه بعدين نقسم الفيكتور على الماقنيتود حقه رح يطلع لي unit vector تمام فهذا أصلا لو طبقنا على أي قانون unit vector يعني لو خذنا الماقنيتود حقه رح يطلع الناتج النهائي واحد فحنا بس ننجد نسوي هذا القانون علشان نجيب الواحد هذا نطلعه من تحت الأرض تمام عندنا هنا مساء يقول define the unit vector in the same direction as هذا نحن نطبقنا على نفس الأرقام هذه بس يلا خنطبق خنجيب unit vector أو شي خنجيب الماقنيتود حقه رح يكون سالب 4 تربيع زاد سالب 3 تربيع رح يسوي لي جذر 25 ورح يسوي لي الخمسة تمام حنا جبنا unit vector اللي هو عفوا الماقنيتود اللي هو يسوي لي خمسة يلا نحط هذا هنا سالب 4 وسالب 3 بعدين نوزع القسمة بس فرح تكون سالب 4 على 5 وسالب 3 على 5 وبس وجدنا بس هذا بسيط المرة بسيطة يقول لي find the unit vector in the same direction as هذا خنجيب الماقنيتود حقه أولا 12 تربيع بتعطيني 144 سالب 5 تربيع بتعطيني 25 14 14 زاد 25 تعطيني 169 واللي هو 13 يعني جذر 16 يعطيني 13 فهذا الماقنيتود هذا فراح نقول كيف نجيب unit vector راح نقول 12 والسالب 5 كله على 13 تمام فالunit vector راح يكون 12 على 13 وسالب 5 على 13 that's it بس طيب هنا عندنا dot product هتذكرون اشكلت فوق قلنا ان V مثلا ضرب W ممنوع ما في شي اسمه ضرب لكن عندنا شي اسمه dot product ركز dot product شفتوا الشكل هنا هذا الناس ممكن يقرونه انه ضرب هذا ما يعتبر ضرب نقرأ U dot V ما هو ضرب U dot V فلما اكتب لك V كذا W ما هو ضرب V dot W حلو كيف نجيب dot product هو ممكن يكون شوي غريب لكن dot product هو بكل اختصار رح اضرب A بال C ونزل ها هنا واضرب B وال D ونزل ها هنا واجمع بينهم تمام ف الناتج dot product يكون scalar زي ما يقول لي هنا لي ان الناتج رح تكون قيمة بس ما رح يكون فيكتور ما رح قيمة فكل اختصار مثلا لو عطاني اول شي هنا ثلاثة واربعة وعطاني هنا اثنين واثنين عطني dot product حقهم رح نضرب الثلاثة بالاثنين اللي هو ستة زائد اربعة نضرب الاثنين اللي هو الثمانية الثمانية زائد الستة باربعطاش هذا هو dot product بس كده تطبيقه تمام عندي هذا المسأ يقولي find the dot product تمام حلنقلنا ان dot product حق uv اللي رح نمثله بuv ماهو ضرب dot تمام رح يكون ac زائد bd ac عندي الثلاثة ضرب الاثنين بالستة bd سالب خمسة ضرب سالب اربعة بشرين فالناتج حق u dot v رح ساوي لي ستة وعشرين قيمة عددية بسيطة بس simple طيب الآن ننتقل لا يخرج من القانون اول شي مرة بسيطة اذا قال لي اعطاني مثلا زاويتين مثل u و v وقال لي اوجد لي الزاوية حقتهم كيف احنا درسنا مساء كيف مثل لو اعطانا هذا اعطاني متجه واحد حلو متجه واحد اللي هو v مثلا كيف اوجد ال direction angle حقته صح رح تكون هذه بس هو اعطاني متجه واحد طيب لو اعطاني مثلا متجهين زي كذا حلوين وقال لي اوجد زاوية اللي بينهم بين المتجهين ذول بس يعني هو بيتيب لك ووش صعب تمام وما رح ناخذ الزاوية الكبيرة هذه لا رح ناخذ بس الزاوية صغيرة هذه تمام هنا زي ما يقول لك الزاوية تكون بين الصفر والمئة وثمانين لي لان اذا تذكرون الرانج حق الكوزاين بين الزير والباي بس ما بيدخل 60 معلومة عليكم تمام فبس هذه على الماغنتود U مضروب في الماغنتود V والنحن بنشوف مسألة كيف نحل عليه وترى بسيط لا يخرج كمقانو طيب هذه المسألة كيف أحلو أول شي نتذكر أنه عندنا كم متضرب صح نبي الماغنتود U الماغنتود V ونبي الـ product صح طيب حبة حبة خلنمشي نجيب كل واحد دقيقية بعدين نستخدم القانون ونجيب الـ angle between them الماغنتود U هو الجذر التربيعي الاثنين جذر الثلاثة تربيع زائد اثنين تربيع تمام الاثنين تربيعي فيها الاربعة والثلاثة فبتصير اربعة ضرفاتها بثناش ما عليكم هذا الشي قاد يقول براس انتم حطوه في الحاسب وبتطلع اربعة فبتصير جذر الستطاعش والماغنتود حقه يساوي الاربعة تمام الماغنتود حق البي سالب واحد تربيع زائد سالب جذر الثلاثة تربيع رح سويلي واحد زائد جذر الثلاثة فرح تصير اربعة جذر الاربعة الماغنتود حقه رح يكون اثنين ودوت برادكت هو AC منات اثنين مضروبة في هذا رح يكون سالب اثنين مضروبة في جذر الثلاثة زائد اثنين مضروبة فهذا رح يصير سالب اثنين مضروبة في جذر الثلاثة واللي ساوي لي سالب أربعة ضرب جذر الثلاثة يمديك بالحاس بتجيبه تمام الآن أنا جبت كل المستطلبات مني الآن بس عوض بالقانون كيف اجيب الثيتا الثيتا هي الثلاثة على يو مضروبة بي بما معناه انه أربعة ضرب اثنين واللي هي ثمانية ويمديك تكتب أربعة ضرب اثنين حط هذه في الحاس بالآن شفت كوزاين سالب أربعة جذر الثلاثة على ثمانية وبسخل حطة بالدقري الجواب رح يطلع لي بمية وخمسين درجة مرة بسيط زين جيب الماغنيتود حق يو الماغنيتود حق في اليو بروديكت اليو دوت في وعوض في القانون الدرس مرة سهل بس فيه قوانين قد شعر راسي ف الماغنيتود حق في رح يساوي الست تربيع اللي هي ستة وثلاثين الاربعة تربيع ستتعاش ستة وثلاثين زائد ستتعاش يعطيني اثنين وخمسين واثنين وخمسين يمديني يفكها الى ثلاثين ضرب الاربعة وطلع الاثنين بره فتصير اثنين جذرة الثلاثة ويمديك بس بالحاسب وتجيب ها كلها تمام الدوت بروديكت حق هم راح يكون اثنين ضرب ستة اثناش زائد سالب ثلاثة ضرب الاربعة بسالب اثناش ورقزوا لعي صفر بسالبات الجاي راح تفهمون هذا الشي تمام الدوت بروديكت صفر فالثيتا راح تساوي كوزاين وفالفة عفوا كوزاين انفرس صفر على جذر ثلاثة مضروب في اثنين جذر ثلاثة وما يهم لأنه في فوق صفر فرح يطلع الناتج صفر لما تحق الحاسبة الانفرس كوزاين حق الصفر بيطلع لك الناتج تسعين دقري طيب هنا عندنا شيء آخر يقولي الأرثوغنال فيكترز أرثوغنال معناها طبعا بريبندكيلر بس متغيرة هنا بريبندكيلر اللي هو متعامد تمام يتذكرون هذا الشكل تمام كيف نعرف إذا الفكترز الاثنين هذول بريبندكيلر أو أرثوغنال إذا كان الدوت بروديكت حقهم يساوي صفر إذا الدوت بروديكت حقهم ساوى صفر أرثوغنال ساوى شيء غير الصفر ما هم أرثوغنال مرة بسيطة الآن بنشوف معادلة عليها تمام أعطاني الاثنين هذول قال يحدد لي إذا هذول أرثوغنال ولا لا تمام خنجيب الدوت بروديكت حقهم جذر ثلاثة ضلب سالب رح يكون أرثوغنال تمام حلوين الثانية اثنين ضرب الستة يساوي اثناش ثلاثة ضرب العشرة يساوي ثلاثين بينهم جم فيساوي لي اثنين واربعين هل هذا صفر لا فنوت أرثوغنال تمام نحل اللي بعدها نجيب الماغنتود حق اليو الماغنتود حق اليو رح يكون الجذر التربيعي الاثنين تربيع زائد سالب ثلاثة تربيع فرح يكون أربعة زائد تسعة يعني جذر الثلاثة عش تمام تذكرون فوق يعم قلت لكم ركزولي على الصفر هذا شوفوا لما نقسم بالصفر بيطلع الناتج تسعين وتسعين هو الزاوية المتعامدة هنا تمام فدوم لما نقص لما يطلع دوتور بروداكت صفر هذي رح تكون عفوا رح تكون شسمة أرثوغنل ما منسوي ديتير من إذا هذا أرثوغنل ولا لا سالب جذر الثلاثة مضروب في الثلاثة بيعطيني سالب جذر ثلاثة أو خنقل سالب ثلاثة مضروب في جذر الثلاثة زائد اثنين ضرب سالب اثنين جذر الثلاثة بتعطيني سالب أربعة جذر الثلاثة هذه تمام بدون نحطها بالحاسب رح نعرف انه هذا مستحيل تسعوي صفر ما في عمل تمام اثنين ضرب السالب واحد بتعطيني سالب اثنين زائد ثلاثة ضرب سالب ثلاثة على الاثنين بتعطيني سالب تسعوي صفر حلوين وهذه اعتذر عن التأخير في تنزيل هذا الدرس اتمنى انه كان واضح الدرس سهل بس فيه معلومات جدا كثير اتمنى لكم التوفيق في المد اعتذر اذا ما قدرت ارد في التليجرام على الكل واشكرا لكم على حسنا صاتكم